عبد الله من سوريا يقول هناك شخص من أقربائي كلنا نعرف أنه يرتكب المعاصي ويجاهر بها ما عنده مشكلة الزنا والنصب الاحتيال الظلم لأهله وزوجته وأولاده يعزف على آلة العود يغني إلى غير ذلك يشرب الكحول الكحوليات يقول يصلي أيضا ويصوم يصلي ويصوم وإذا أراد أن يتصرف بشيء غير مألوف أو فيه ظلم يقول إن الله أوحى له بذلك جاء الوحي وأخبره بذلك وإذا حصل معه شيء جيد يقول إنه يملك اسم الله الأعظم لهذا دعاه مستجاب وسألنا ما هو اسم الله الأعظم يقول هذه كرامة من الله لا أخبر بأحد يعني يسأل يقول ما حكم مثل هذا النوع عبد الله بارك الله فيك هذا رجل نعم صحيح يوحى إليه لكن ليس من الله إنما من الشيطان هذا إبليس يوحي إليه قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم لأن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إنسان يقول والله أنا يوحي إليه هذا دجال هذا كذاب هذا مفتري هذا يحذر منه أي إنسان يقول والله أنا يوحي إليه هذا دجال من الدجاجلة ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يصحيوا عقائدهم وأن لا يصدقوا مثل هؤلاء الدجاجلة الكذابين المفترين على الله الكذب هؤلاء الشياطين توحي إليهم الأمر الآخر ما يتعلق بقضية ما ذكرت من مسألة أنه عنده اسم الله الأعظم هذا كذب أيضا هذا غير صحيح اسم الله الأعظم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام موجود في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي والقيوم وموجود في سورة طه والله أيضا لا إله إلا هو الله اسم الله الأعظم هو لا إله إلا الله أو الله أو الحي القيوم أو ذا الجلال الإكرام على خلاف بين العلماء وهذا لا يتميز به أحد دون آخر ربما عجوز أمية عامية تقية تدعو الله بهذا الاسم فيستجيب الله لها ما يتميز به شخص عن آخر ولذلك هذا الإنسان علي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله و لا ينفع هذا الكلام عند الله لأنه هو هو يعلم بأنه كذاب و لذلك احذر هذا النوع و هذا الصنف من الناس الذين يمارسون مثل هذه القاذورات و يقول لك و الله لا أنا الله أنا وصلت إلى مرحلة خلاص رفعت عني التكاليف أو أن الله ما يسألني أو أن الله يوحي إليّ افعل الزنا اشرب الخمر هؤلاء يفترون على الله الكذب و الويل لهم و الله جل وعلا قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون